الموضوع الأهم والأبرز اللي هنتابعه الأسبوع ده على مدار حلقتنا هيكون طبعاً ضغطية ومتابعة الفرقة النادي لأهلي بتستعد لمواجهة طلاع الجيش يوم الثلاثة إن شاء الله في برج العرب في سوبر مصر بالمناسبة عشان ما تطلق بطش وما تنساش المباراة دي هي استكمال للخماسية يعني احنا كنا بنحلم بالسلسية في وقت من الأوقات وحققناها وحلمنا بالربعية مع نهضة بركان وحققناها والنهاردة أو الثلاثة اللي جاي يكون معتكم مع الخماسية لأنه الأهلي في الموسم قبل الماضي بقى يعني هسميه قبل الماضي فوزنا بإفريقيا وفوزنا بالدوري وفوزنا بالكاس وفوزنا بسوبر إفريقيا وتتبقرنا المباراة اللي جاي بتاعة طلاع الجيش عشان تبقى خماسية تتسجل كده للجيل ده من اللعيبة إنه هم في الموسم ده حققوا خمس بطولات دخلوا فيها فازوا بخمسة من خمسة وزاد عليهم كاس العالم حققوا فيها برونزية بس ده نقطة عشان إيه الناس ممكن تكون عشان الموضوع فات عليه وقت طويل تكون نسيت فإن شاء الله بإذن لكم ما هي يكتبها رجالتنا على ملعب برج العرب يوم من الثلاثة